اكد سعادة دكتور رمزان بن عبدالل نعيمي وزير الاعلام عمق الروابط الاخوية التاريخية والعلاقات الاستراتيجية المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتميز به هذه العلاقات من خصوصية فريدة وحرص متبادل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم واخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله لتعزيز التكامل والترابط الاخوي ودفع به باستمرار نحو ما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرخاء كما نوها سعادة وزير الاعلام بالدعم والاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله من أجل الدفع بمسارات التنسيق والتكامل بين البلدين على مختلف الأصعدة نحو أفاق أرحب بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سعادته بمعالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي إلى جانب مناقشة فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين من جانبه عرب معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية عن ترحيبه بزيارة سعادة وزير الإعلام مشيدا بما تشهده العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر على مختلف المستويات خصوصا على صعيد التعاون بالقطاع الإعلامي الذي يعد قطاعا حيويا وشريكا فاعلا في دفع مسيرة التنمية الشاملة في كلا البلدين الشقيقين كما قام سعادة وزير الإعلام بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث اطلع على أحدث التطورات في المجال الإعلامي وفرص تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع الإعلامي في البلدين الشقيقين وأشهد وزير الإعلام بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها القطاع الإعلامي في المملكة الشقيقة والتي تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال شهدنا في العيية خلال هذه الزيارة تطور جميع القطاعات بما فيها القطاع الإعلامي في ظل العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز حفظه الله ورعاه وسموه لي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030 رأينا ثمارها الحقيقة من خلال المنجزات المهمة التي صارت في المنملكة العربية والسعودية من أبرز المحطات التي زرناها هنا في وكات الأنباء السعودية معرض تاريخ الدولة السعودية في الحقيقة معرض مهم يبرز هذه الدولة التي قامت على أسس العدل على أسس العروبة على أسس الأسلام وشعت بنورها حقيقة إلى جميع أرجاع العالم يبرز أيضا من خلال مختلف المحطات العلاقة الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين وقياداتهم عبر مختلف الحقب التاريخية شفنا السيف الأجرب وعلاقة بمملكة البحرين واحتفاظ مملكة البحرين به تقديرا لدور مملكة البحرين الحقيقة في جهود دعم كل ما من شأنها رفعت المملكة العربية السعودية وأهداء سيد جادة الملك للمغفور له خادم الحرمية الشريفين الملكة عبدالله السيف الأجرب مرة أخرى الحقيقة هذه جميع هذه الحقب أو المواقف التاريخية تحمل نحن مسؤولية كمسؤولين في البلدين أن نرتقي بالعمل والتعاون بين البلدين إلى أفاق أكبر بما يرقى بإذن الله إلى مصالح البلدين الشقيقين وينهض بمقومات بلدان اللي إن شاء الله بإذن الله تكون على مستوى تنافسي على مستوى العالم